بسم الله الرحمن الرحيم وبينستعين نستكمل اليوم حسابات الفلوسف وال Being ونشوف اجي ما نحدد الквان في حالة التربلينت attacking يبقى من نشوف الفلوسف في حالة التربلينت فلو بستخدم ايضا الاكو 19 الدرسي بس انا هنا بلاقي انه الكون في حالة التربلينت فلو بيعتمد على رينالدز ننبر وعلى الابسون على دي إيه الابسلون على الدي ديت هي دركة الخشونة السطحية اللي هي الريراتف رافنس إحنا عارفين أنه أي سطح ماهما كان له دركة الخشونة سطح معينة فلو عندي البيب بالشكل ده وكبرتها للسطح بتاعها من الداخل بلاقي أنه في قيمة موقعان عندي فالابسلون على الدي أدى الابسلون اللي هي قيمة الخشونة المطلقة لأبسلوت رافنس وهذا الدائمتر دي اللي بيأثر عندي على قيمة الكونفشن تفريكشن هو مقدار الابسلون على الدي طب إزاي أنا بحدد قيمة الاف طبعا فيه طرق كتير أول حاجة باستخدام مودي تشارت في عالم عمل هنا خريطة عشان نقدر منها نقدر نحدد قيمة الكونفشن تفريكشن والخريطة قدامنا أهيت الخريطة بتتعبارة عن الخط الأكسس الأفقي بتاعنا يمثل رينالدز نامبر الأكسس الرأسي يمثل كوفشن تفريكشن والأكسس الرأسي في الصيد ده يمثل اللي بصنا عدي شايفين إحنا الخطوط اللي قدامنا دي هي خطوط درجة الخشونة السطحية إحنا بنبتدي بحث برينالدز نامبر وبحطه دايما بصورة رقم في عشرة أس يعني اثنين في عشرة أس خمسة تلاتة في عشرة ستة أربعة في عشرة وهكذا ما أحطوش أربعة أمليون أو كذا لا بحطوه في رقم في عشرة أس علشان أنا أستخدم منودة شارت للحصول على قيمة معينة للإف لازم أكون عارف معلومتين اللي هي رينالدز نامبر ودرجة خشونة السطح النسبي زي ما شفنا الخطوط اللي قدامني ديوك لتمثل خشونة السطح أو الخط فيهم للسطح السموز وإحنا بدي اعتبر السطح السموز إذا كانت الماتيريا المصنوعة من الجلس أو البلاستيك فعلى سبيل المثال لو أنت عارف الري مثلا بتساوي عشرة أس خمسة ونفترض الإبسون على الدي بتساوي O.001 إزاي طلع الـ F بابتدي أتتبع أدى عندنا ده عشرة أس خمسة هنا طب الخط بتاع اللي هو الإبسون على الدي ماشي واحد ده هو واحد من ألف واحد من ألف فجيبت قطوع مع الرقم ده واروح طلع بخط رأسي هو واصل بينهم يبقى أنا حددت النقطة بتاعتي هنا بروح نازل أفقيا بهذا الشكل طبعا أنت بترسم بمسطرة بقى أجي هنا وقرى قيمة الـ F يبقى أنا عندي الخطوة كده وخطوة كده بساطة جدا أحدد قيمة الـ F بتاعتي من الخريطة يبقى استخدام الخريطة للحصول على ريوناند على قيمة الـ Coefficient of Friction في حالة تيربيلاند سهلة جدا زي ما احنا شوفنا ضرب تخشونة السطح لما بيكون السطح خشن زي ما انت شاف فيه دوامات وموجاته بتزود وده قيمة الـ Y بتاعتنا هنا للسطح لما بيكون ناعم بيبقى استخدام ما بحصلش فيه دوامات كتير وبالتالي بيكون قيمة الـ Coefficient أقل الـ Coefficient الممكن زي ما احنا شوفنا المناطق بتاعتنا احنا قلنا المنطقة اللونية تمثل منطقة ريوناندس نمبر زي ما تكلمنا ودي زي ما قلنا الـ F64 على R-E الـ Large number لو انت بسط للخريطة هتلاقي الخلط أصبحت أفقية في أرقام النازل كبيرة ده معناها انتأثير ريوناندس اختفى وبالتالي بيكون الـ Coefficient بيعتمد على إفسرون على الـ D الـ Large number ده بيكون منطقة بنسميها Complete Turbulent وصلت إلى مرحلة اللي هو التربلنت الكامل أو بنسميها Complete Rough Flow المنطقة اللي هي Discontinuity اللي بين اللامنور والتربلنت اللي الترانزيشن رينج دي منطقة غير محددة المعالم وبالتالي غير موجودة في الـ Chart بتاعت المودي عندنا الـ Coefficient وفريكشن ده رح سيسوبه برضو بعض المعادلات لو أنا عندي سطح ناعم باستخدم بـ Last Use Equations اللي هي بتقول Coefficient وفريكشن 0.2 و 3 رح ستة على أرقية السرابح أو بقدر استخدم معادلات مشهورة جدا جاي من Empirical Relations جاي نتيجي التجارب اللي هي معلس بي المثال Clear Proc بيديني المعادلة بالشكل قدامنا ده أو الشكل قدامنا ده وبعض المعادلات بقدر أطلع قيم الـ F باستخدام المعادلات وإحنا بالنسبة للـ First Course بيكون نوعظم شغلنا باستخدام المودي Etchart يبقى احنا شفنا ازاي بنحدد معامل الاحتكاك F أو Coefficient وفريكشن للسريان اللي هو اللامنر عندنا والسريان تيربنت ونستكمل باقي المحاضرات إن شاء الله اشتركوا في القناة